تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 411 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 74 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية كما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط قرابة 64 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من 10 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 600 قضية في مجال قضايا المخابز وضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 285 طن من الأقمح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية